اشتركوا في القناة أنه عندنا ضحايا استبداد ننظر لهم كضحايا استبداد انتماءاتهم ما تعنينا وحقوقهم تعنينا بدرجة أولى ورد الاعتبار لهم يعنينا بالدرجة الأولى والهيئة ستقوم برد الاعتبار لهم إن شاء الله في هذا السياق بدقيقة واحدة سيدة سيهان بماذا تتوجهين الآن للمشاهد التونسي المتعطش لأن يلمس فعل على الأرض للهيئة ماذا تقولين له وتتحملين مسؤولية هذا الكلام ربما لاحقا لديك دقيقة واحدة لو سمحت نعم أنا نقول للمشاهد التونسي أنه بعض أشهر وسترى نتائج عمل الهيئة وستكون فخور بما أنتجته تونس للتوينسة وما أنتجته تونس للعرب لأن أخوانا الليبيين بدأوا ينزجوا على المنوال التونسي إن شاء الله اليمنيين إن شاء الله السوريين إن شاء الله المسارية وغيرهم وغيرهم والعراقيين وغيرهم أن يأخذوا المثال هذا والنموذج التونسي بشيوري اللي هو نجح ونقول للتونسي ستكون فخور بما أنجزته هيئتكم وستكون فخور بما أنجزته بلادك للك ولأولادك وللعرب ككل إن شاء الله و أجل شاء الله شاء الله شكرا